لماذا الصليب بالتحديد؟ الصليب بالتحديد وسيلة إعدام لم تكن معروفة في العهد القديم لم تكن معروفة عند اليهود لكن أول من بدأها الفرس أن نتذكر قصة همان الذي أراد أن يصل بمردخاي الحقيقة كانت الإشارات دائما منذ القديم قبل أن يأتي الفرس قبل أن يأتي بابل اللي هو قبل الفرس أن هناك إشارات في الكتاب تقول أن الذي سيأتي ينبغي أن يرفع على خشبة أين وردت هذه الإشارة؟ وردت في سفر التثنية الصحة 21 إذا كان على إنسان خطيح حقها الموت ومات وعلق على خشبة فلتبت جثته على الخشبة لأن المعلق على خشبة ملعون التعليق على خشبة وده كانت حاجة شاذة عن طريقة الإعدام اليهودية طريقة الإعدام اليهودية بحسب النموس هي الرجمة لماذا موت الصليب بالتحديد؟ أو السببين بسرعة السبب الأول لأن أي وسيلة إعدام أخرى أنت تنتزح حياتي مني فقطع الرأس بالسيف أنت تنتزح حياتي مني أو الرجم أنت تنتزح حياتي مني لكن موت الصليب مرتفعا على خشبة فهذا الموت ليس لإنسان يد في نزح حياتي مني قال المسيح عن هذا قال وأنا إن ارتفعت عن الأرض وقال وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان وقال المسيح أيضا ليس أحد يأخذها مني أنا أضعها من ذاتي وأخذها من ذاتي فليس بقطع السيف وليس بالرجم لكن بموت الصليب وإذا رقبنا موت الصليب في الأنجيل نكتشف أن المسيح هو الذي أودع نفسه في يد الآن يا أبتاه في يديك السودع روحي فهذه العقوبة بالتحديد هي التي لم تكن تعجل بموت المسلوب أو بموت المتهم إلى أن المسيح هو الذي أسلم نفسه للموت قدم روحه في يد الآن والسبب الثاني السبب الثاني أن هذه الوسيلة بالتحديد وسيلة تضيق المتألم آلاما لحصرة له يعني إذا جيت تقطع راسي بالسيف قد أتألم دقائق أو ترجمني قد أتألم دقائق لكن موت الصليب نتذكر المسيح رفع على الصليب ست ساعات ضاقة كم من الآلام الجسدية من أيدي الناس طبعا بالإضافة إلى الآلام الكفاري فهي وسيلة إذا حد عمل سيرش على اليوتيوب أو على جوجل عقوبة الصلب والآلام المبرحة التي يتحملها المسلوب أراد المسيح أن يختار نوعا من العقوبات وهو موت الصليب لكي يذوق آلاما لحصرة له ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة